فالمسيح في كل حياته وبخدمته كان خاضعا للآب لكنه أخلى نفسه وعندما يكمل الكل في مجيء الثاني بعد ما يخضع الابن بيخضع نفسه حتى يكون الله الثالوث يعني الله الآب والابن والروح القدس يكون الكل في الكل لما جاء اليهود وكانوا بيحاربوا يسوع المسيح الرؤساء الدين أقصد والمتدينين قالوا لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله تعلمنا بالتفسير أحبائي أنه لما تيجي تفسر شيء أولا مبادئ التفسير أي المقصود من العبارة شيء ثاني كيف فهمها السامعين اليهود اللي كانوا بيسمعوا يسوع شو فهمه من هذه الآية الشيء الثالث أي العدات والتقاليد أو الأقوال اللي كانت متابعة في تلك الأيام لفهم هذه الآية فالآية واضحة قالوا أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله كان مفهوم الفكرة الأبوة بالنسبة لليهود مفهومة ولكن اللي كان صعب يستعبوا يسوع وهو عم بيكلمهم وبشوفوا معجزات قالوا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله ألم يقل يسوع الذي رآني فقد رأى الآب في كلوسي لصح الأول والآية 15 مكتوب يسوع سورة الله الغير منظور الأيكون طبق الأصل فالمسيح هو الإنعكاس المنظور لله الغير منظور ألم يقل الكتاب أيضا الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره يعني التعبير الإلهي ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلسة في يمين العظم صائرا أعلى من الملائكة بمقدار موارثة اسما أفضل منهم فهو الإنعكاس المنظور لله الغير منظور مرة تانية في يحنى عشرة عم بحاول يثبت لليهود إنه هو الله قالوا له فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها لو قلنا أن المسيح إنسان جعل نفسه إله حقا هذا تجديف ولكن الله يختار أن يتجسد من خلال الكلمة في بطن المطومة المطوبة القديسة مريم العذراء هذا أعظم حدث إنه الله يتخذ جسد وهل الله القادر على كل شيء ألا يستطيع أن يتخذ جسدا ألا نقول إنه الله تكلم في الجبل أو تكلم بنار في العليقة التي كانت تحترق وليه هل صعب على الله إنه إنه يكون يخذ جسد مع إنه اللهوث ما للسماء والأرض وكل الأكوان فالله غير محدود أخذ جسد من أجل الفداء وهذا يقودنا إلى الشكر والعرفان والامتنان للرب يسوع في يحنى 8 يقول وأنا إنسان قد كلمكم بالحق لأنه ابن الإنسان الكامل ولكن في نفس الإصحاح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن عزيزي لا تقتبس آية ناقصة كون صادق مع نفسك عندما تقتبس آية ناقصة فأنت مغرض عن لؤم أو جهل أو لسبب ما بتدافع كأنه ما عندكش القدرة إنك تدافع فبتروح عامل كذب إنك بتقتبس نص الآيات وهذا إشكال كبير وعيب في موضوع الفهم اسأل اسأل الذين يقرؤون الكتاب اشتركوا في القناة